والكلمة دائماً لها عنصر كثير فعال والكلمة اليوم لها تأثير كثير كبير علينا سواء كانت إيجابية أو سلبية فما بالكم لو كان هذا الكلام يمتزج مع المشاعر يمتزج مع الإحساس مع الرقة ويدخل في إطار الأدب والحب العاطفة وأيضاً في المديح وفي الذنب بسعدنا أن يكون معنا اليوم الشاعر عبد الرحمن العياصرة لنأخذ من جانب حلقتنا اليوم جانب كثير مميز حكيناً عن الموسيقى ندخل للجانب الشعر الكلمات الراقية والفن الذي لا يموت أبداً يسعدنا وجودك معنا ويساة صباحة أهلاً صديقي شرفنا نورتنا شرفي الله يحفظك يكرمك يا رب بالبداية عبد الرحمن بني أنك تحكي لعن بداياتك كيف بلشت متى بلشت معك موهبة الكتابة والله موهبة الكتابة بلشت من فترة الثانوية تقريباً تمام وبصراحة كان اكتشافها بمحظ الصدفة نعم شون المحظ الصدفة طبعاً هي كانت بدايات متواضعة وكتبات متناثرة أكيد يعني نحن الآن بعصلك مرورة تقصة حب هي اللي طلعت منك هاي الكتابات لا 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 أفداً إيش الموقف اللي خلاك تكتشف أنك أنت أوف أنا عم بكتب والله هو حب القراءة بالدرجة الأولى تمام فحب القراءة من خلاله تولدت عندي مهارة الكتابة حلو تمام واللي اكتشف عندي موهبة الشعر أستاذ أنا ممتنئ له جداً هو الآن مقيم في دولة قطر اسمه خلدون عياصرة موجه له تحية موجه له تحية نحكي له الله يتسعد صباحك يا رب فكانت هي بدايات متواضعة وكتبات متناثرة حلو وعلى غراره يعني بدأنا نتسلسل أول بأول لحد يعني ما وطبعاً نحن إلى الآن يعني محاولون على سكة الشعر أكيد يا رب طيب أنت شو دارس وشو حالياً أنت بتشتغل والله أنا مدرس حلو مدرس لغة عربية في ملاك وزارة التربي والتعليم حلو مدرس لغة عربية والآن طالب ماجستير لغة عربية في جامعة جراش يعني حبك للعربي وحبك للشعر خلاك تخليه بكل إطار حياتك أكيد يعني اللغة هو حب فطري أكيد وكل الأمم بتحية دائماً وبتتقدم إذا اعتزت ثقافتها وإحنا ثقافتنا يعني والإشي اللي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به أنه إحنا أمة عربية نتكلم بلسان عربي مبين لغة الضعب ولغة الضعب أكيد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها يعني أنه أنزل القرآن بها وهذا يعني أكبر فخر الحمد لله الله من أكثر طيب شو اللون اللي بتكتبه أنت بالشعر اللون اللي بكتبه والله أنا بفضل الشعر الفصيح لكن أنا بكتب الشعر الفصيح والشعر النبطي أفصحني يا فصيح أفصحني يا فصيح أفصحني يا فصيح ذا الفؤاد إلاك أهلاً ومرحباً بسيدة النساء لا أسكن الله ذا الفؤاد إلاك يا ربة الوجه الملائكي يا جنة يا نعمة لا أرتجي لا أبتغي إلا رضاك يا أقدس الناس في عيني وأطهرهم روحي لك الفداء والعين سكناك أوصى بك الله في القرآن إحسانا والمصطفى في خطبة الوداع أعلاك من كأمي من كأمي عفة ورقة ورحمة سبحان من بالطهر والحياء حلاك من قائلاً أن الحياة مرة من قائلاً أن الحياة مرة مفتر أفاك هذه الحياة بها أمي لا ينكر لذة الحياة إلا جاحد شاك الله يعلم أني لا أحيا ألف مرة يا جنة كلما ألقاك أنت الحياة أنت الحياة على قيدك حي أنا إياك أن تفارق الحياة إياك عيشي ودومي لنا أماً ومأمنة كوني بخير فعين الله تراك كوني بخير فعين الله تراك الله يعني أحدى شعر وأحلى إنسان ممكن نكتب بشعر هو الأم أكيد أكيد يعني إحنا شما نكتب وشما نحكي عن الأم دائماً مبنون فيها لو يعني جزء أو عشر من ما قدمت إنا عبد الرحمن المشاعر جياشة وإحنا أكثر وقت ممكن تثار فيه مشاعرنا كثير هي بعد من تصف الليل لأنه الحنين والاشتياق والمشاعر بشكل عام تطلع بهذه الأوقات بعد السكين شو أكثر وقت بتحسه مناسب للكتابة انت عندك والله أكثر وقت مناسب للكتابة هذا يعتمد على عدة عوامل يعني هو الشعر من الشعور أصلاً صح بالدرجة الأولى أكيد فهو غير مقتصر على وقت معين كتاب الشعر غير مقتصر على وقت معين يعني مثلاً جاحظ له رأي في نقد الشعر ويقول بأن الشعر موهبة ملكة في الدرجة الأولى يعني وبعززها البيئة وبعززها عوامل أخرى يعني الوقت غير محدد بوقت معين المشاعر هي سيدة الموقف في كتابة الشعر صحيح نعم طيب حكينا عن مشاركتك في مهرجان جراشيس كانت السنة الماضية والله كانت بصراحة مشاركة رائعة أنا طلب مني أن أشارك قبل الموسم يعني مش الموسم الماضي كان اللي قبله لكن اعتذرت لأسباب خاصة كانت مشاركة جميلة جداً وكانت داعي إلها الدكتوران أهل الشقران حكي لها الله يسعد صباحك يا رب ونجه لها تحية تمام وكانت تنظيم رائع والله ومشاركة بصراحة يعني أنا ممتني إلها جداً لأنها ساعدت على ولادة قصيدة جديدة نعم في مهرجان جراشيس طبعاً مهرجان جراشيس مهرجان رائد صحيح نعم طيب شو تكريمات اللي أنت حصلت عليها لغاية الآن؟ الله ينا أتكرمت بالدوان الملك العامر حل أتكرمت في ملتقى شعراء الجامعات الأردنية ما شاء الله في جامعة اليارموك طبعاً تم اختيار 13 جامعة من أصل الجامعات الأردنية بشكل عام نعم وفي جامعة إربد الأهلية نعم وفي أمسيات مسائية وقيمة في عمان وفي محافظات المملكة مثل متدل بيت العربي نعم للثقافة وغيرها نعم طب شو أكتر قصيدة اليوم قريبة لقلبك؟ بالله نرى نعم نحن لا نستطيع أن نميز أن هذه قصيدة مختلفة عن هذه نعم و أنا سبق قلت لك أن أكتب بلونين من الشعر الشعر الفصيح بالدرجة الأولى نعم و بالأخص الشعر العمودي من الشعر الفصيح نعم نعرف أنه هناك أنواف من الشعر الفصيح صحيح الشعر العمودي والحر المرسل وما إلى ذلك وفي الشعر النبطي الشعر النبطي له جمالية خاصة له جمهورة و طبعا الشعر النبطي هو شعر خاص بأهل البادية و شعر أيضا كمان يعني سؤال أنا هذا اللي بدي أسأله بصراحة دائما إحنا كانت في مادة عندنا باللغة العربية اللي هي العروض نعم والتقطيع والأبحر و هذه كانت تعقد كل الطلاب أنت شاطر فيها؟ هو أكتب هو شوف يعني أي شخص قادر على كتابة الشعر يمتلك أذن موسيقية قادر هاي أنا المادة كانت مع قليتني في أيام التوجيه هي يعني مع الدربة أكيد بتصير أسهل حلو إحنا في مانا فيديو إلك أنت و طلابك صحيح؟ نعم فنحضروا مع بعض نعم 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 بها لغة دينا و موعظة قدت نحاسنها من خالص الذهب تلك الأمالة تكون منا أن نحبلها أم نستهين بها في غيث بالحج قلبي رب السماء نعم 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 موسيقى 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 انا اشكرت كثيرا �를ر たبطة شخصية رائعة موسيقى موسيقى انا احكي اذا ن Lehman جيل صح يجب أن نفهم هكذا يجب أن نكون قريبين من هذا الجيل يجب أن نكون نحب هذا الجيل يجب أن نحبه في عدادنا وهذه كل شيء يحاضر منك شكراً لك العفو نتمنى لك التوفيق والنجاح جداً ساعدين دائماً أنا ساعد ورحمة الله يساعدك و يخليك يا رب كل الشكر إليك العفو يا رب